خلال احتفالية في احدى المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم اخلاء مستوطنات من الضفة الغربية ضمن اي خطة سياسية مع الفلسطينيين في اشارة لمواصلة التطوير والبناء الاستيطاني وفرض السيادة بشكل تدريجيا على كامل الضفة الغربية بينما يواصل الاحتلال نحشى الاراضي الفلسطينية بمشاريعه الاستيطانية يخرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في احتفال استيطاني بمرور 40 عاما على تأسيس اول مستوطنات شمال الضفة الغربية متعاحدا بعدم اكتلاع اي مستوطن من الضفة في اطار اي خطط سلام مستقبلية مركزا على بنود اهمها مواصلة التمدد الاستيطاني بشكل متطور عما سبق اضافة لفرض السيطرة على مناطق الضفة وغير الاردن بشكل تدريجي من الناحية العسكرية والجغرافية من خلال الحصول على تأييد دولي وامريكي بذلك يتعدد عمليا عن عدم اقتلاع المستوطنات بينما هو في الواقع يعد لفرض السيادة الاسرائيلية على الجزء الاكبر من الضفة الغربية كما اعلن في اكثر من مرة بالسابق وهذا هو الحل الذي يريده للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولكنه واهم لان هذا الحل لا يمكن ان يقبل من جانب شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل نضاله حتى يرحل هذا الاحتلال بشكل كامل عن ارضنا وعود نتنياهو التي تلخص توجهات واهداف حزب اليمين الحاكم تتزامن مع الحملة الانتخابية للليكود لكسب اصوات المستوطنين هذه الوعود اعتبرها المحللون ايضا انها تعبر عن برنامج فعلي يجري تطبيقه على ارض الواقع لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وضم مستوطنات محيط الكدس والتغلغ الاستيطاني بشكل اسعى من ذي قبل نتنياهو قطع اشواطا كثيرة في هذا البرنامج على الارض وغير الوقائع والان هناك ظروف مواتية جدا الادارة الامريكية متواطئة مع نتنياهو بل تشجعه على المضي قدما في اجراءاته وخطواته ونتنياهو يشعر ان وقت فترة ولاية الرئيس ترامب اخذ في النفاذ وقد يعني لا يعود الى سدة الحكم دعوات من كبار حاخمات المستوطنين باسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية تترجم بسماح نتنياهو بناء مستوطنات جديدة اضافة لتأكيده على عدم الوقوع في مواصفه بالغباء باخلاء مستوطنات كما حدث في غزة عام 2005 من مدينة رامالله المحتلة محمد حسين